أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن أعمال تبليط شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور بين كوبريا الفاروق وكوبريا السيف تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل للمرور المتجه غربا نعم أوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداء من اليوم ولمدة شهرين كما أعلنت أن أعمال تبليط شارع الملك فيصل في الجزء المحصور بين شارع البداية منطقة لنعيم وشارع الشيخ سلمان تقاطع الحواج تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل في الاتجاهين كما أعلنت وزارة الأشغال بأن أعمال إعادة تبليط شارع الزلاق داخل دوار عوالي تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل وقد بدأت الوزارة عملها في الموقع المذكور الليلة الماضية ستستمر إلى صباح يوم الأحد المقبل حيث أعلنت الوزارة أن إعادة تبليط مناطق محددة في شارع السادس عشر من ديسمبر بمنطقة الرفاع بدأت الليلة الماضية وتستمر لمدة تسعة أيام دعت وزارة الأشغال المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر